بمشاركة مختلف الفاعلين والمهتمين بزراعة الخضروات والفواكه طلقت أعمال الورشة التكوينية حول تعزيز قدرات المزارعين وتزويدهم بأحدث التقنيات المتبعة في مجال زراعة الفواكه والخضروات وتدخل هذه الورشة التي ينظمها قطاع زراعة في إطار تخليد اليوم العالمي للفواكه والخضروات والذي تحييه بلادنا لأول مرة ضمن اهتمام الدولة بتحسين واقع هذه الشعب التي تمثل دعامة أساسية في الأمن القذائي والصحي للعالم يشكل هذا الحدث فرصة فريدة من نوعها لإذكاء الوعي الوطني حول أهمية الفواكه والخضروات حيث أن جائحة كوفيد-19 انطبت على تحديات كثيرة لكي يستكشف الأشخاص سبرا جديدة لمكافحة الجوع وسوء التغذية من خلال إحياء دول التكنولوجيا في تحسين التغذية والفرص المتاحة مع التقدم العلمي في مجال الزراعة لأننا نتوقع من تخليد هذا الحدث الهام لأول مرة في بلادنا أن تكون بادرة لأخذ زمام مبادرة للرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وخاصة زراعة الفواكه والخضروات وذلك في ضد إعلان الحكومة مؤخرا عن الاستراتيجية خمسية لتنمية زراعة الخضروات في بلادنا عمدة بلدية كهيدية سيد الشيخ طهرى بردي ثمن اختيار عاصمة ولاية قرغل لاحتضان هذا الحدث الدولي مشيدا بجهود الدولة في مجال تحسين الواقع الزراعي ومواكبته المبادرات الخصوصية في هذا المجال وخاصة مشروع سميقى الزراعي والرعوي وزير الزراعة صحبة والي قرغل سيد أحمد نول سيدب تابع نماذج من الجانب التطبيقي الذي يخضع له المشاركون في هذه الورشة داخل حقول هذا المشروع الزراعي النموذجي والذي بلقت كلفته ما ينهز مليار من الأوقية وقد سمحت الدروس تطبيقية للمزارعين من تعزيز قدراتهم في مجال تقنيات زراعة وحفظ الفواكه والخضروات كما تعلمون 2021 اخترت كسنة دولية لتلمية شعبتي الخضروات والفواكه وقمنا اليوم بدروعة تكوينية وتحسيسية حول التقنيات الحديثة في مجال إنتاج الخضروات والفواكه وقد تم إنعاش هذه الورشة من طرف خبارة وطنيين متخصصين في هذا المجال وقد شاركت فيها العديد من الفاعلين في مجال الزراعة خاصة في مجال زراعة القضروات وكانت مناسبة لتبادل الأراء والأفكار حول نجاح السبل لتحسين التقنيات والممعصات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه ويخلد هذا الحدث الدولي في ظل اهتمام بلادنا بتطوير وزيادة الإنتاج من الفواكه والخضروات من خلال تشجيع القطاع الخاص ومواكبة التعاونيات الزراعية في مختلف ولايات الوطن سبيلا للوصول إلى نتائج مشجعة في مجال إنتاج الخضروات والفواكه محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي